السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي كان في فيديو استعراض علبة أو فتح علبة اللي هو جهاز الجالكسي النوت 10 بلس ذكرت أنه الفيش اللي جاي مع العلبة 25 واط طبعا الجهاز يدعم الشحن السريع حتى 45 واط وأيضا ذكرت من شركة سامسونج وفرت هذا الشاحن عن طريق موقعها تقدر تشتري تقريبا 50 دولار ولكن اللي جاي في العلبة هو 25 واط وتخليني أشوف في كم أقدر أشحن النوت 10 بلس وهو مطفي تماما أبغى أشوف من الصفر إلى المية في كم يستغرق وقت وأيضا في أثناء الشحن كنت كل 10 دقائق أشوف كم وصل خلينا نشوف هذا الفيديو مع بعض نتائج اختبار الشحن السريع صدقني رهيب جدا طيب الشباب أنه 10 بلس عداد الفيش الأصلي اللي جاي بالعلبة الـ 25 واط وهذا أيضا السلك الأصلي هستخدم كل شيء من نفس العلبة طبعا من تايب سي إلى تايب سي هنجربه الآن والآن نقول بسم الله نشبك ونشغل العداد مباشرة طيب يا شباب خلينا نشوف الآن خلال 10 دقائق كم هيكون شحن من الصفر وهو ميت مطفي تماما خلينا نشوف هذه 10 شحن 22% في خلال 10 دقائق طيب يا شباب شفنا من صفر إلى 22% شحن معانا في 10 دقائق خلينا نشوف في 20 دقيقة كم وصل شحن النوت 10 بلس الآن خليها بس تكمل 20 ونشوف كم وصلت نسبة البطارية الآن سارت العشرين وصل 44% يعني معناها العشر دقائق الأولى أخدنا 22% العشر دقائق الثانية أيضا أخدنا 22% إضافية 44% خلال 20 دقيقة فقط لا غير حتى هنا ظاهر أنه سارت 45% وإحنا لسه في العشرين دقيقة إلى الآن الأداء ممتاز جدا خلينا نكمل مع بعض ونشوف في 30 دقيقة كم هيكون وصل الشحن طيب يا شباب الآن قربنا إلى 30% نتذكر مع بعض كان 20% شحن لنا تقريبا 45% من الصفر الآن وصلنا إلى 30 دقيقة خلينا نشوف كم شحن 66% يعني بمعدل كل 10 دقائق تقريبا يضف لك 22% في شحن البطارية يعني الآن من صفر إلى 30% أعطانا 66% من شحن بطارية النوت 10 بلس بالشحن الأصلي المرفق بالعلبة اللي هو 25 وات فكذا العشرة دقائق الأولى أعطتنا 22 العشرة دقائق الثانية أعطتنا تقريبا 23 يعني نقدر نقول 44 أو 45% من البطارية الآن لسه ما زلنا في 30 دقيقة تقريبا 67% من البطارية شي ممتاز جدا خلينا نشوف يكمل فل من الصفر وهو ميت يعني كان مطفي تماما خلينا نشوف في قديش يقدر يشحن لنا هي طيب الآن يا شباب قربنا من الـ 40 دقيقة خلينا نشوف في الـ 40 دقيقة كم شحن النوت 82% يعني صراحة شي جدا رهيب من الصفر من صفر يعني الجهاز مطفي إلى 82% في 40 دقيقة يعني إلى الآن ممتاز طيب الآن قربنا إلى 50 دقيقة خلينا نشوف كم شحن العملاق النوت 10 بلس 90% في 50 دقيقة شي خرافي جدا خلاص أنا أتوقع أتوقع أنه أقل من ساعة بيكون تم شحن النوت 10 بلس من صفر إلى 100 خلينا نشوف باقي باقي على المية 10% تقريبا خلينا نشوف يمكن في الخمسة دقائق الجاية أو ممكن يكمل العشرة دقائق يصير يكمل ساعة خلينا نشوف طيب خلينا كده نشيك العشرة في المية اللي في الأخير هي اللي تاخد الوقت الأكثر طيب تعودنا أن كل عشرة دقائق تقريبا تعطينا 22% من شحنة البطارية الآن تقريبا 5 دقائق من بعد الخمسين أعطانا فقط 2% يعني العشرة في المية الأخيرة هي اللي هتاخد معظم الوقت خلينا نشوف كم حيشحن كامل أو فل البطارية طيب خلينا نشوف الآن اكتمل ساعة وهو على الشاحن خلينا نشوف كم كمل 95% يعني خلال 60 دقيقة بتحصل من صفر مطفي الشحن تماما هتاخد 95% من إجمال شحن البطارية خلال ساعة أو 60 دقيقة ما زلنا بالتجربة ونشوف متى هتكتمل معانا شحن البطارية بالكامل أو كم تاخد وقت كامل طيب الآن تقريبا في ساعة وثلاث دقائق تم شحن النوت 10 بلس بالكامل من صفر إلى مية زي ما شفنا مع بعض التجربة كاملة الجهاز مطفي تماما شحنته مية بالمية بالشاحن الأصلي وصل تقريبا في ساعة وثلاث دقائق أو ممكن يكون حتى أقل من كذا إن شاء الله أكون قدمت لك معلومة جديدة عليك يعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لاكم سبسكرايب في القناة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر